السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم محمد حسيني من قناة سرشادي ازايكم عامليني اتمنى اكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله النهاردة انا جاي اكلمكم عن لو انت عندك نباتك يعني انت مثلا اشتريت نبات ولا حاجة ولقيت في بعد كده اسفرار الورق الاخضر يعني كان الاول كان الورق كان لونه اخضر بعد كده اسفر ده بنسبة تسعين في المية منه بيكون او خمسة وتسعين في المية منه بيكون نقص نيتروجين اللي هو الازوت واللي هو بيجي في هيئة مركب اسمه يوريا اللي هي دي اهي بيكون حبيبات بيضة اهي بتبقى يعني مدورة كده كروية كده دي بتتحط للنبات عارفين انتو بتشوفوا انتو لو بتشوفوا حلقات الارض بيمسكوا الناس كده كبشة ويروحوا رمينها في الارض دي بتبقى اليوريا اليوريا دي وظفتها ان انت بترميها على النبات بتخطها يعني في التربة بتاعت النبات بتزيد الورق الخضري وكمان احطركم كم صورة كده دلوقتي هتزهر لكم ان دي الصور اللون الاصفر اللي بيجي للنبات علشان اه الورق الاخضر ده بيصفر خالص وبيبتدي الاول بالورق اللي هو المسن او العجز العجوز يعني وبعد كده بيخش على الورق اللي هو الياص اللي هو الصغير ده فمن الافضل على فكرة صح فيه ناس بتعمل مركبات اه مركبات اه يعني في البيت زي مسلا بيجيبوا معلقة اهوه تركي ويحطوه على لتر مية او شاي ويحطوه برضو على لتر مية اه بس بصراحة انا مجربتها اش انا بجرب اليوريا دي على فكرة رخصة جده على فكرة ده بتبطيب كبشة دي كلها بعشرين جنيه ولا حمس عشرين جنيه شوية دولار كلهم على فكرة انت مش هتحط كل ده على النبات ده انت بتحط بكبيرك قوي تلاتة او اربع كرات صغيرة كده على النبات وخب بالك ده بيزيد النمو الخضري النمو الخضري مش التزهير النمو الخضري ده وزبته ايه يعني لو انت مسلا عندك نعناع النعناع ده يطلع خضره كتير كده شوية لو انت مسلا عندك خص يطلع لك الخص كتير الحاجات اللي بتطلع ورا اخضر اما الحاجات اللي فيها تزهير تزهير زي الخيار والفلفل والكلام ده اه بيزود الخضر وكل حاجة بس محتاج حاجات تانية زي فوسفور وزي بوتاسيوم وهكذا انا بس جاي اقولك على الحاجات دي الاول اللي هي النيتروجين او الازوت دي بتيجي في هيئة مركبات اسمها ان بي كي ان ان بالنون و بي اللي هي بي فوربين و كي اللي هو نيتروجين فوسفور بوتاسيوم بس انا رجبتها لوحدها اللي هو النيتروجين ده وحط حوالي 3 او 4 كرات كده صغيرة على القصيص وبعد كده سئل مية او حطهم في مية وبعد كده سئل مية وعكاس ايهم في القصيص دي بتدفي النبات دي اولا في الشتاء بيبقى حلوة جدا في الشتاء زائل انها بتزود النمو الخضر بس كده ولو في اي حاجة يكلمني ابعات لي رسالة او اكتب لي في الكومنتات واذا كنت على اليوتيوب اتمنى تشترك واذا كنت على تيك توك اتمنى تشترك شكرا جدا لكم وكانا معكم محمد حسين من قناة صرشاجي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته